أما في نطاق الجيش الثالث الميداني فمناطق العمليات يا فندم من المنطقة المتاخمة لقناة السويس وحتى منطقة العمليات الرئاسية دي المنطقة الأولى المنطقة دي يا فندم احنا مكسفين فيها الدوريات الأمنية لتمشطها والتأكد من خلوها من أي عناصر إرهابية أو إجرامية والتأكد من هوية السكان المحليين الموجودين وأي حد فندم بيشتبه به بيتم تسليمه للجهات الأمنية وعند ثبوت عدم تورطه بيتم يا فندم الإفراج عنه فورا وتسليمه كافة متعالقاته الشخصية مع تكسيف أو غلق كامل لأي مسارب أو مدقات تؤدي من وسط سينة إلى جنوب سينة بالكامل يا فندم وانتقالا إلى منطقة العمليات بالنسبة لوسط سينة استمرار برضو فندم الدوريات الأمنية بتمشط كافة الدروب والمناطق والطرق والمناطق الجبلية للبحث عن أي عناصر أو ملاحقة أي عناصر تكفرية وإجرامية في المنطقة مع قيام القوات البرية بمدهمة البؤر الإرهابية بالمناطق الجبلية وطبعا حضراتكم عارفين وصلت سينة بها العديد من المناطق الجبلية وعرض التضاريس وبيصل ارتفاع الجبال إلى أكثر من ألف متر القوات فندم بتحاصر المنطقة الجبلية المكتشف بها بؤر الإرهابية من كافة الجهات لقطع أي طرق إمداد للعناصر الإرهابية من خارج المنطقة إلى دخلها أو منع هروب وتسلل العناصر الإرهابية من البؤر الإرهابية ثم يتم مدهمتها وده طبعا سيرا على الأقدام بالتعاون مع القوات الجوية والمدفعية مع قيام قوات الجيش الثالث في منطقة العمليات بغلق أي طريق تسرب أو تسلل للعناصر الإرهابية من مناطق العمليات بشمال سيناء وانتقالها إلى وسط سيناء ده طبعا فندم بالتزامن مع فرض القوات البحرية السيطرة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر ومنع أي طرق إمداد للعناصر الإرهابية عن طريق الساحل فضلا عن منع أي عناصر إرهابية تنتقل من مناطق العمليات إلى ساحل البحر مع قيام قوات الصعقة البحرية بالانتشار على ساحل من مدينة رفح وحتى العريش لتأمين الساحل من رفح العريش بالإضافة إلى مدهمة أي بؤر إرهابية متواجدة على ساحل البحر المتوسط في هذه المنطقة